رجحت وزارة الدفاع العراقية تحرير مدينة الرماد قبل نهاية هذه السنة وكشفت وزارة الدفاع عن العملية العسكرية للقوات الأمنية العراقية قلصت من سيطرة تنظيم داعش على الأراضي العراقية إلى 17% بعد أن كانت 40% إلى ذلك حذرت الحكومة العراقية نظيرتها التركية باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال ماطلت الأخيرة في سحب قواتها من العراق لوح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد تركيا إذ لم تسحب أنقرة جنودها من الأراضي العراقية مؤكدا أن حكومة بغداد لن تسمح ببقاء القوات التركية في العراق وحذر العبادي مما أسماها بمحاولات جهات تعمل بأجندات معروفة لإثارة الفتن في العراق وأرجع العبادي رفض أنقرة سحب تلك القوات إلى خشية مسؤوليها من الإقدام على ذلك لدواع داخلية في سياق متصل كاشفت وزارة الخارجية العراقية رفض الوزير إبراهيم الجعفري لقاء نظيره التركي مولود جويش أغلو في نيويورك بوسطة أمريكية واشترت أعلان الانسحاب من الأراضي العراقية وأوضحت الخارجية أن الجعفري رفض عرضا من تركيا بإعادة الانتشار لقواتهم وأصر على التزامهم بالانسحاب الكامل بدوره دعا رئيس الأمريكي باراكوباما نظيره التركي رجب طيب أردغان إلى تهدئة التوتر مع العراق وسحب القوات التركية المتمركزة به واحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه من جهة أخرى قدم وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر تعزيه لرئيس الوزراء حيدا العبادي بحادثة قصف التحالف الدولي لقوات عراقية بالخطأ حسب وصف كارتر قرب مدينة الفلوجة مشيرا إلى فتح تحقيق بالحادثة بمشاركة الجانب العراقية يتي هذا فيما دعا العبادي التحالف الدولي إلى توخي أقصى وسائل الدقة لتجنب مثل هذه الحادثة التي وصفها بالمؤلمة وأعلن وزير الدفاع خالد العبادي عن تشكيل اللجنة تحقيق بالحادث فيما أكد أن القصف أصفر عن مقتل تسعة جنود من الجيش العراقية بينهم ضابط من جهة ثانية كشف العبادي أن سيطرة تنظيم داعش على الأراضي العراقية تقلست من أربعين بالمئة إلى سبعة عشر بالمئة بفعل العمليات العسكرية التي تقودها القوات الأمنية المدعومة بالمقاتلين من الحجر الشعبي وأبناء العشائر مشهرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تحرير ما تبقى من الأراضي التي ما زال يسيطر عليها داعش في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين مرجحان استرداد مدينة الرمادي بشكل كامل من أيدي التنظيم قبل نهاية السنة الحالية وأتوقع لعبيدي أيضا أن تلعب قوة البشمارك الكردية دورا كبيرا في العمليات العسكرية المقبلة لاستعادة مدينة الموسل مع قل تنظيم داعش في شمال العراق وعلى الصعيد الميداني كشف قائد عمليات الأنبار عن مقتل أبو مصعب المقدسي أحد قيادي داعش الأجانب في مدينة الرمادي اشتركوا في القناة